اشتركوا في القناة خمسين حقوقي بيتكلموا في الموضوع ان هم بيقادوا في المحاكمة التونسية ان هم يدخلش تونس فمش عارفة بقى الدنيا هتمشي ازاي هالحقوقيين لهم تأثير على ارض الواقع وعلى الواقع الميداني مع الناس او مع الانظمة كمان في مصر فيه اشتاج اسمه عار زيارة المنشار ده تريند دلوقتي انت قلت حاجة كويسة او ده انها قالت تونس يمكن لسه فيه شوية مساحة من النشاط والحركة فقد يكون هناك تحركات للحقوقيين ممكن يبقى ليها تأثير وحتى على فكرة يبقى ليها تأثير اعلامي يعني مثلا هو مفروض بعد كده هيطلع على مصر مثلا في نهاية المطاف هيروح لمصر فهتلاقي ان الحقوقيين وردود افعالهم في تونس هيبقى ليها تأثير للرد الفعل في مصر لكن هو برضو فايروز قالت نقطة مهمة انها بتكلم هل الحقوقيين بيبقى ليهم تأثير ام لا هم الحقوقيين بيأثروا في الرأي العام وفي الوجدان وفي الضمير لكن طبعا السلطة التنفيذية في الاخر هي بيبقى ليها القرار الاخير يعني هي المؤثرة لكن هم تأثيرهم تأثير وجداني وتأثير في الرأي العام بشكل عام يعني استاذ خديقه مع شحاتك مفقينة لانا بقوله فعلا يعني بنسبة للحقوقين دورهم مهم واساسي ممكن يكونوا كما قلت ضمير المجتمع الزبط لكن ربما قد يصادف هذا هذا للأسف يصادف هذه السنة ذكرى سبعيني الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واللي هو إعلان توجه لكل فئات المجتمع كل الأطفال والنساء والرجال والمهن المختلفة وأيضا في مصار هذا الإعلان ظهرت هذه الفئات أو هذه المجموعات المنظمة التي تبنت الدفاع عن حقوق الإنسان سواء كان سائد أو مسود ويعني المستوى الحقوقي الآن أصبح يطرح نفسه بشدة جدا الخطاب الحقوقي أصبح في غاية من الأهمية وأصبح في غاية من الأولى ويفضل يعني الاختلاط السياسي بالاجتماعي بالاقتصادي وأصبح الإنسان في بوصلة يعني الهدف كل المهتمين أعتقد أن كل الأحداث حاليا في العالم العربي يمكن أن يتوجه الإنسان الفرد العربي قبل الحقوقي أن يعي الحقوق الطبيعية جدا اللي لابد أنه يتمتع فيها يمكن هذه النقطة الأساسية اللي لابد أنه يركز عليها الحقوقيين حاليا خصوصا مع الذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأيضا الإعلاميين يعني سواء مثلا في قضية زيارة مثلا بن سلمان لتونس أو ما إلى ذلك أعتقد أنه يجب أن يكون هناك تداخل بين العمل الحقوقي والعمل الإعلامي بحيث يكون الإعلامي إنسان مثقف حقوقيا بشكل كبير جدا يعرف التفاصيل الحقوقية التي لا بد أن ينقلها من خلال الخبر أن ينقلها من خلال البرامج أن يواعي فيها كثير من المشاهدين يعني للأسف الشديد أنه رغم كل ما يحدث حاليا في عالمنا العربي تجدي أنه في بعض الأفراد ما زالوا حتى الآن لا يعوا أنه من حقهم أنه يطالبوا بهم بشكل فردي بعيدا عن الدولة من حقهم أنه يتوجهوا للمنظمات الحقوقية ويطالبوا على سبيل المثال بحقهم بالتنقلات حقهم بأن يكون لديهم جنسية معترف بها حقهم أنه جواز السفر هذا ينقلهم من مكان إلى مكان يعني ممكن هذا أبسط شيء على سبيل المثال فما بالك هو أكثر حاجة إحنا مفتقدينها بالظلط بجرود الأخرى أو شخص حتى يعني له نشاطات اجتماعية مختلفة لكن له رأي سياسي مختلف أو ممكن يكون خلفيته أو الأيدولوجية بتاعته بعيدة عن السياسة حتى أنه مش له رأي سياسي بس الأيدولوجية بتاعته مثلا مختلفة عن المحيطين أو الفئة الحاكمة في مجتمعه تبصي تلاقيه على طول بيحارب أو بيضطهد فلو انتقل من مكان لمكان وهذا حق له تكفل هو حقوق القوانين حقوق الإنسان تلاقيه ممكن مش مقدرش يرجع بالوده تاني زي حالتنا كده يعني خرجنا طيب ماشي خرجنا الحمد لله من المطارات عادي وبصفراتنا وما كانش فيما يمنعنا طيب أنا أقدر أرجع تاني دلوقتي مثلا بعد ما أصبح لي رأيي ممكن أكون بعارض مثلا النظام الموجود في مصر مثلا كنظام انقلابي وأقول هذا وأستطيع أن أزول قنصوليتي بكل الأرياحية وإذا ذهبت للقنصولية مثلا عشان حتى أطالب استخراج أوراق رسمية تخصوني هذا الأمر خلاص أصبح ممنوع علي طب أين حقوقي هنا صحيح بس أستاذ خديجة وأسرة ذكروا موضوع سبعين سنة والذكرى الحقيقة أنا بتجاهل هذه الذكرى تماما يعني أنا حتى ما حبش أفتكرها لماذا فعل هذا الإعلان للبشرية من شاركوا أصلا في وضع هذا الإعلان هما أكتر ناس عملوا إبادات إنسانية في المجتمعات حتى يعني لو نفتكر أمريكا لما رح لما عملت كومبيلات هوروشيما ودمرت المجتمع الياباني كله ولم تزور هوروشيما بعد كده بسنوات عديدة ويروح أوباما هناك حتى بعد بقى الإعلان بقى كم سنة شوفي كان مفروض على الأقل يعتذر لهؤلاء أنه هو يعني ضمر اليابان بهذه الطريقة الباشرة عامية 45 ألف شخصي بيموته أو بيوباده لكن أبا أنه يعمل كده إن أستاذة خديجة عندها رأي أخذ الموقع لإكتشافات أخرى في القصة هو بالنسبة لإعلان العالمي حسب يعني ما درسته ما تابعت في موضوعه أنه كان مبادرة فردية مبادرة طلقت من أفراد مثلك ومثلي من كل دول العالم لم يكن من طرف مثلا دول غربية أو أمريكا أو فرنسا أو أوروبا صغى في ساهم في صياغتي أناس كثيرون من دول الجنوب من الهند من لبنان يعني كان هناك عناصر عربية من البرازيل إلى آخر حتى هناك من تدخلوا في صياغة كثير من الجمل في هذا الإعلان هذه المبادرة انطلقت فردية ثم صعدت إلى الأعلى لتصبح مبادرة مجتمع مدني ثم مبادرة دول الآن لما دخلت كمبادرة دول التوقيع على الإعلان أنتم تعرفون كواليس الأمم المتحدة أن توقع هناك فرق بين أن توقع وبين أن تنفذ هذه الاتفاق التي أنت وقعت عليها ثم الإشكالات والتدخلات بين مصالح سياسية للبلد مع تطبيقه لهذه الوثيقة هذا كله ربما أثر في أن تكون هذه الوثيقة فعالة وناجعة وأفادت كل المجتمعات لكنها كانت وثيقة ضرورية وأساسية وتطور طبيعي للمجتمع وحارتك ما قرأت عنها أن تم وضعها بعد الحرب العالمية الثانية وكان المقصود بها مثلا وقف ما نسمي الأن بالعنف أو وقف السلاح أو استخدام السلاح أو تنظيم العنف لكن هي حارتك قلت نقطة مهمة فكرة الفرق بين التوقيع وبين التطبيق أنا برضو عايز أستفهم شوية من حارتك لأن حارتك يمكن قلت معلومة على معلومة عندي بس خلينا نجمع مع بعض المعلومات ما أعرف مثلا أن في بعض الوثائق وقعت عليها مصر مثلا لكن لا تطبق وفي وثائق بتلزم مصر مثلا ببعض القوانين تخص حول إنسان لكن برغم من كده لا يتم العمل بها لأن الإرادة السياسية في مصر مثلا حاليا مثلا أنا هتكلم عن بنادي مصر هل ده لحالتك تقصدي يعني ده الفرق بين التوقيع وبين التنفيذ؟ نعم هذا هو الفرق وليس فقط مصر يعني ربما قد نصدم إذا عرفنا الدول التي تنتهك فيها حقوق الإنسان هي دول من الدول الديمقراطية العاتية يعني العاتية في النظام الديمقراطي لماذا كما نقول لأنه لما تصطدم السياسة والمصالح اللوبيات سلاح اللوبيات القوى داخل هذه الدول لكن بالموازات يعني هذا الجانب السيء من الخبر لكن الجانب الإيجابي من الخبر أنه المثاق حقوق الإنسان ومثاق إنساني للبشرية جمعاء أي إن كان لونها أو دينها أو عنصرها للبشر ولذلك يبقى على كل الفاعلين داخل المجتمع سواء كانوا حقوقيين يعملون في هذا المجل أو كانوا إعلاميين أو كانوا متقفين داخل المجتمع من حقهم أنهم ومن واجبهم أنهم يبشروا بهذه الوثيقة ويسعوا إلى حراك مجتمعي من أجل المرور إلى ما هو يعني أكبر نعم إحنا خلينا وقعيين يعني خلينا بالوقت نبعد عن الكلام الرسمي ونتحدث بشكل أكثر موضوعي مثلا في سوريا يعني سوريا إحنا نعلم أن مؤتمرات جنيفة التي كل فترة والتانية يتحدث ويتشدق بما يحدث في سوريا ماذا فعلوا مثلا أو ماذا فعلت هذه الوثيقة أو ماذا فعلت هذه المؤتمرات حدث بتقولي إيه تقنن العنف لا تقضي عليه ولا تجرم فعله يبقى أنا استفاد إيه بهذه الوثيقة يعني النهار ده بشر الأسد أليس مجرم حرب هذه الوثيقة لا تستطيع أن هي تقول ده أنا لا أستفاد إذا كانت هذه الوثيقة بتقول أقنن العنف والمسؤولين عن الإهدار اللي بيحصل والإبادات الجماعية في المجتمع العربي بشكل خاص والعالم بشكل عام هم يعني أحد أطراف هذه الوثيقة أو ضمن هذه الوثيقة ويعترفوا بيها أنا كل مقرأ أساسا بنوط الوثيقة يعني ما جاء أقرأ تفاصيلها يعني يمكن أنا أول مرة أترع تفاصيلها مثلا جاء من خلال مقالة من المقالات في وقت ما وبعدين جاء أولادي في المدرسة بدأوا ميدرسوها بشكل مفصل وبعدين مثلا جيت أنا من وقت قريب قلت مقرأ تاني يعني من باب الاطلاع حتى نكون على وعي بما يحدث فهذا نفسي سؤال يعني هي الوثيقة دي وضعت لمين هل هي وضعت فعلا للناس جمعاء أو ده المفروض هذا ما هو تم إعلانه نعم ولا هو موضوع لحماية حقوق الإنسان في أماكن معينة يعني مثلا حماية مثلا الدول الديمقراطية المتحضرة المتحررة مثلا زي دول أوروبا مثلا دول الغربة بشكل عام نعم أما يجي الموضوع بقى يخص نحن العرب أصبح ليس لنا حق في أن تطبق علينا هذه الحقوق يعني بحسني بقرأ حاجة ظهريا شكلها جميل وإن كنت أعترض عن بعض بنودها يعني إذا كان في مجال نتكلم فبعض بنودها لكن في الآخر هي لا تطبق علينا السؤال اللي بطرح نفسه أنه هل هي لا تطبق على العرب ولا إحنا أنفسنا مش عارفين لحد هذه اللحظة نستثمرها بالشكل الصحيح يعني هون الفكرة اللي إحنا لازم نحاول قدر الإمكان لمحثيها ونضع اليد على الجرح أنا أريد شخصيا أنا أفصل بين مستوين بين مستوجود هذه الوثيقة بحد ذاتها وبين مستوى إنفاذها وتطبيقها طبعا الدولة لما توقع تصبحية ملزمة بإنفاذ هذه الوثيقة وليس الأفراد وجود خروقات لهذه الوثيقة في هذه الدولة أو تلك لا تلغي أهميتها نهائيا وبالمرة بالإضافة أنه ينبغي أن نطلع بعد الوثيقة وبعد التوقيع على آليات إنفاذ هذا المثاق ولذلك ينبغي أن نتبحر في آليات الأمم المتحدة في متابعة مثلا مجرمي الحار في متابعة المنتهكين مختلف أنواع المنتهكين إلى آخره لكن أنا شخصيا من أنصار الخطاب ليس المتفائل وإنما الخطاب الواقعي لأنه ينبغي أن ننطلق من أرضية لأنه في النهاية لا توجد جهة تخطط وجهة يطبق عليها هذه الوثيقة انطلقت من مبادرات فردية هذه السنة تحتفل الأمم المتحدة بهذه الوثيقة بهاشتاغ اسمه stand up for human rights يعني قم ودافع حقوق الإنسان الحكومات والدول لا تقوم لأنها ليست شخص واحد هي منظومة مؤسسات إلى آخره من يقوم هو الفرد وبالتالي إذا استطعنا كأفراد أن نعي هذه الوثيقة ونتابع تنفيذها ونتابع ندرسها ونشيع ثقافة حقوق الإنسان بيننا سنستطيع هذه الوثيقة أن تكون لنا أرضية ننطلق منها للمستقبل لأنه لا نتوقع أن يأتي أحد ويقول لا توجد جهة حاكمة وجهة محكومة نعم طيب لجنا نتقص الحقوق يعني لجنة تقص الحقوق لو إحنا شفنا كم التقارير اللي وصيت لها عن سوريا أكتر من 13 تقارير عندها أساسا فيديوهات يعني سرية جدا جدا بتدين النظام بتدين بفشار وبتدين أسماء كبيرة جدا جدا في النظام ليه ما بتتخذش إجراء ضدهم لأن في حاجة اسمها روسيا وفي حاجة اسمها الصين نعم في حاجة اسمها الفيتو في سوانيا حق الفيتو خبس دول ولذلك الشيطان يكمن دائما في التفاصيل لكن هذا لا يغنينا نحن كأفراد وكمجموعات ضغط وكدول وكحكومات أن نستمر بالمتابع وبالمطالبة ونستمر بالمعالجة حسب آليات الأمم المتحدة يعني خليني أخو من حالتك نقطة بأقول إيه ده سؤال في الحقيقة دائما حتى إحنا بنيجي نطرح أي قضية تخص حول إنسان في الإعلام سواء كنا بنتكلم يعني يمكن مثلا الجهة الإعلامية التي يتحدث من خلالها معنية مثلا بالجانب المصري في الأساس والفلسطيني والسوري يعني خلينا الوطن العربي بشكل عام لكن بنركز على الثلاث قضايا دول دائما بيجي لنا سؤال هو إحنا هنستفاد إيه كل شوية إحنا عمليين بنتكلم عن حالات لهو الإنسان بتنتهك من قتله من اعتقاله من اختفاء قصري ويوي ويوي وبنات وشباب وشيوخ يعني طال الجميع لكن يرون أنه ليس هناك نتيجة على الأرض فما الذي نستفيده بس السؤال دين أنه إحنا نتوجه لمين أنا هاي نقطة دائما بحب أركز عليها مشكلتنا إحنا العرب من كتر وما منحكي إحنا منحكي بين بعض فمنفكر أنه كل العالم عم يسمع أصواتنا يعني فعليا كم مرة حدا فكر أنه على هاشتاج stand up for human rights أنه مثلا يغرد بتغريدة بلغة مختلفة عن لغته العربية باللغة الإنجليزية أو فرنسية أو أي لغة عالمية يوصل قضيته مثلا للعالم يحكي أنه أنا موجودة في الأرض الفلانية في المكان الفلاني وعن بعاني من واحد اثنين ثلاثة أربعة وأبسط حقوقي مش عم باخدها سواء كانت حقوقي منتحك من كبير النظام أو من كبير يعني المنتحك حقوقي وفي الظروف صعبة كيف يجد هذا التصور اللي أنت بتتكلم ده ده واحد مرفع قاعد مثلا في مكان إعلامي يستطيع أنه يتحدث لكن المنتحك حقوقيا لا يستطيع أنه يعبر عن قضيته بالشكل ده يمكن هذا دورنا إحنا الإعلاميين نكون لسانها دور الأشخاص إحنا كتير لما بيكون بالحقيقة بنستضيفة أو بنتعامل برضو أستاذ غادي جاء أجيد حارب تتعاملي مع كتير حقوقيين بنبقى دايما ده سؤالنا يعني كيف نكون بالدور التبعوي لننصح المنتحك حقوقهم كيف يسعون إلى مثلا إثبات ما حدث العام يعني مثلا اختفاء قصري يجب أن تبلغ النائب العام وهكذا يعني الخطوات التي يجب اتخاذها لكن للأسف أحيانا بعض الناس بسبب أنهم لا يرون نتائج يقولون يعني الفايدة مليحب نعملوا يعني هو الإنسان بطبعه عجول لماذا؟ لأنه يتخيل آليات الأمم المتحدة هي آليات معقدة جدا حتى داخل الدولة نفسها توثيق الانتهاكات انتهاكات حقوق الإنسان إذا شخص لم يوثق لنفسه بطريق مثلا الشكاية لأقرب مكان هذه حالة توثيقية ولا يحتاج لوعي كبير نحن الآن أيضا في عالم القرية الصغيرة عالم الموبايل عالم الواتساب عالم الفيسبوك وكل شيء فممكن للناس أن توثق أيضا كما قلت كما تفضلت الأخت عن موضوع الإعلاميين هذا أيضا له دور مهم لكن بشكل عام إذا أردنا أن نتكلم عربيا عربيا فيما يخص حقوق الإنسان لدينا ضعف شديد فيما يسمى ثقافة حقوق الإنسان والتي هي ثقافة مرتبطة أولا بالوعي بالحقوق والوعي بالطريقة الحصول عليها والوعي بالمطالبة السليمة بهذه الحقوق نحن تقريبا حتى بعض المتخصصين والمتقفين عندنا لم يصلوا بعد إلى هذا المستوى من النضج في التعامل مع هذه المنظومة نفكر مثلا حق من الحقوق كيف ممكن إحنا نتوجه لمن نتوجه كيف ممكن نطالب كيف ممكن نرسم سيناريو مطالبة كيف رأيك؟ يمكن أن نطالب مثلا أنا مثلا محرومة من حق معين تعرضت مثلا لانتهاك معين لنفسري تعرضت لحالة من حالة الحرمان من حق من حقوقي تعرضت لحالة أتكلم عن فرد يعني حق من حقوقي المكفول لقانونيا ونظاميا في دولتي أتخذ لإجراءات لازمة لتعبير عن هذا الحق لأن حقوق الإنسانية ليست كم متكامل نأتي نقول بجرد والله ماذا ينقصك يا فلان ينقصني كذا وكذا أريد حرية تعبير أريد كذا أريد كذا كل من تهيك لحق من حقوقي أحاول أني أطالب به بالطرق القانونية والإجراءات القانونية كيف نطالب مش ديق قصتنا خالص بس من مين نطالب؟ يعني هذه من مين نطالب؟ طالب من المنتهك بداية أنت عندك مثلا في مصر مجلس حقوق الإنسان مجلس حقوق الإنسان لأسف هادي مكان وفينا مجلس حقوق الإنسان براتي برلمان المصري الذي لا يستوعب أصلا في حاجة اسمها مواطن يعني أنا راح أقول له في حاجة اسمها حقوق إنسان لا هو أصلا لا يقدر يعني مواطن مواطن ده آخر آخر ما يعني هو يعني إيه سلطة يعني إنظام كيف يرضيهم بجان حقوق الإنسان هي أكتر من تنتهك حقوق الإنسان على سبيل المصر يعني تقصدين لجان حقوق الإنسان الرسمية هناك اللجان الرسمية التي للأسف نحن عربية نحن عربيا يعني هذا أيضا هو شكل من أشكال الالتفاف على التوقيع الاتفاقية على اعتبار أنه نضع نوع من المكياج للنظام السياسي ونقول والله عندنا لجنة لحقوق إنسان وعندنا كذا وعندنا كذا هذا ممكن تعامل به بعد ذلك هناك آلية أخرى هناك منظمات دولية ممكن المرور عبرها هناك التكتل في إطار مثلا نحن مجموعة من الإعلامين نعاني من شكل معين من أشكال الحرمان التكتل كإعلامين هذا مكفول قانونا عالميا ومحليا ودوليا فالذي يريد أن يناضل أول شيء الوعي حتى نقص لأنه إذا كنت ليس وعيا بحقك لا يمكن أن تطالب به ليس كل ما ينقصه كهو حقك بس عارفة أستاذ خديجة ما عليش أعتزع المقاطعة لكن أنا هقولك على حاجة موضوع الوعي في أن أنت تعرف حقوقك أنا بعتقد أنه هو أمر فطري للغاية أنت في فيديو كان منتشر الفترة الفاتت بتاعت الطفل طفل مصري عايز ينام رايح المدرسة أول يوم فعايز ينام نعم تبعتي دا حتى كانت من الجزيرة بتتكلم فبيقول للمدرسة طبعا مش عارف اسم المدرسة بقولها يا حاجة عايز ينام ربع ساعة فأنت تعرف اللي حصل إيه طفل جنبه وهو دا البطل الحقيقي الفيديو الحقيقي محدش أخد باله من النقطة دي مسك شنطة هي بتصوره وهو بيبكي وبيعيت وبيتزلل للمدرسة فالمدرسة نفسها هي اللي بتصور دا فالطفل اللي جنبه الصغير هما لسه أربع سنين ولا حال دا روشه بالشنطة وكأنه يعلم أن من حقه أنه لا ينتهك حقه بهذه الدرجة ولا يصور وهو في هذه الحالة فالأمر موضوع أن أنا أعلم حقي أو أعب حقي أو أقرأ عشان أعرف حقوقي أنا أعتقد الموضوع فطري للغاية وسهل جدا جدا مجرد ما بتمرري إنسانيتك على نفسك أنا كمان آدم إيه اللي أحتاجه بس أنت عارفة بقى أنت بتقولت يا فيروز نقطة مهمة وهي نقطة في حقيقة الطفل العربي يفضل مستوعي بها لغاية ستسنين عارف أقولك الطفل العربي أو المصري والعربي عنده نسبة من الزكاء والإدراك عالية جدا ثم بعد ذلك يتم تمسها بسبب التعليم الفاسد والنظام الفاشل تيجي تلاقي الناس بقى بسبب مثلا أنهما ممكن يكونوا بيتحطوا تحت ضغوط اجتماعية صعبة واقتصادية صعبة وأعلام مثلا بيوجهه هو شخصيا توجيهات بعيدة عن ما يحتاجه هو في حياته اليومية فيبدأ يتفسد فطرته اللي تخليه يستوعب طب أنا حقي إيه طب هل أنا فعلا هو أنا عندي يعني مثلا لما احنا جينا في مصر عملنا صورة 25 أنا أتذكر مثلا بعض من أهلي طب وليه تنزلوا وتعرضوا نفسكم الخطر طب أنا ليه أتعرض للخطر هو أنا مش نازلة بشنطة إيزي هو أنا نازلة بشنطة إيزي طب ليه في خطر يعني فأنا المفروض مثلا المفروض من حقي إن أنا أعبر عن رأيي لكن للأسف هو الأنظمة الفاسدة تجعل هذه الحقوق غير واضحة واللي يريد أن يمارسها بيتم ممارسة إيه بقى الإرهاب من اللي حوالي حاسب على نفسك لأنه هو فعلا لا يعي نعم ولما نتكلم عن ثقافة حقوق الإنسان لسه فقط تجاه المضطهد وإنما مثلا الشرطي ينبغي أن يربع على ثقافة حقوق الإنسان واحترامها الجندي ينبغي أن يتربع على ما معنى يتربع يعني تكون معيار من معايير المهنة الإعلامي ينبغي أن يتربع على ثقافة حقوق الإنسان الأم لما تربي ابنة ربه على ما هو حقه وما ليس حقه لأن هذا هو ما يسمى ثقافة حقوق الإنسان معناته ليس ما تشعر به ما أشعر به هذا الشيء كما قلت فعلا فطري لكن على الأرض ماذا تكفل للقوانين هذا الذي ينبغي أن نركز عليه فالشرطي لما يعرف مثلا أو الجيش حينما يطلق النار على مظاهرة يعرف أنه قانونا هو مسؤول عن الرصاصة التي أطلقها في أي تجاه أطلقها وبالتالي لو أقيمت محاكمة معينة أنا عندي قناعة دائمة أنه إلا يأتي يوم ويكون هناك جردة حساب إلا يأتي يوم قد لا يحصل اليوم أو غدا أو بعد غد لكن حصلت في التاريخ حصلت على مر التاريخ حكموا منتهكو سرب النسفة حكم منتهكو رواندا وبرواندا إلى آخر فلما يعرف الشرطي مثلا أنه هو لديه مسؤولية قانونية رغم أنه الذي أطلق الأمر هو رئيسه في العمل حين هذا هو منعني بتقافة حقوق الإنسان وقتها هذا الشرطي لن يقول أنا عبد المأمور مثلا باللغة المصرية لا أعرف باللغة لا حضرتك أنا مشقول أنا عبد المأمور بس إحنا لازم نطلب منه طلب نقول له باشا عشان آه رفاقت عائل فلذلك ثقافة حقوق الإنسان عند المدرس الذي ينتهي حق طالبه عند المعلم عند الأم عند الأب في مصادرة حقوق أبنائهم في التعبير عن أراؤهم لأننا نحن الحمد لله تربينا تربية عربية فالطفل يعني عنده حد معين من حرية التعبير حينما يتجاوزوا خلاص يعني أنا مر لصفحة في فرق بين المصريين اللي نشأوا في البيئة المصرية وبين أستاذة خديجة من المغرق مثلا أنت مثلا من الأردن بس لفيتي الدنيا تحس إن نفسياتنا مختلفة صح على فكرة على سيرة أنا عجبتني يعني إشارة دينا بهذا الموضوع صراحة ومرة كنت عم بحكي أنا وفيروز بقولها أنه في أحد المرات جلست مع أحد الوزراء وكنت عم بحكي عيني بعينه هلأ بالعادة نحن تستخدم عندنا كلمة معاليك وصيدنا وما بعرف شو أنا ببساطة شديدة كنت أحكي له أستاذ يعني لشو كل هذه الدماجة خلص ما أنت أستاذه في احترام أهم شيء أنه يكون في خطاب احترام لكن ما فيش داعي للإغراق في الذل فبكل بساطة يعني هو آم وقدم لي وجبة غداء وكذا فكتير من الزملاء فكروا أنه أنا مثلا بنت عشيرة كبيرة أو في حدا مسؤول بظهري كلهم ببساطة شديدة حرية تبدأ من نظري في عين الشخص اللي أماني يمكن هنا في نقطة مهم جدا أنه إحنا نوازن فيها في مسألة المطالبة بحقوق الإنسان بين مسألة التربية على الحرية الشخصية الأساسية الحق الأساسي للإنسان في الحياة وأنه لا يكون ذليل أمام أي شخص وبين فكرة هاي يعني هاي التربية خلينا نحكي في البيت وفي المدرسة وعلى مسألة الإعلام بصراحة أنا في نقطة جدا بنتقد فيها كثير من القنوات الإعلامية الإغراق في ذكر المعاناة بعيدا عن ذكر طريقة تحصيل الحق والعلاج لهذه المعاناة يعني إحنا كلياتنا واعيين للمعاناة في العالم العربي من الشرق إلى الغرب يعني المعاناة مشتركة وكثير من التفاصيل إحنا بنعرفها لكن فعليا هل الإعلامي بيفكر أنه بدل ما يكون فيه تكرار هذا الخطاب السلبي تكرار الخطاب المعاناة تكرار التذكير بأنه حياتنا منيلة بستين مليلة على قولة إحنا أخذنا اللهجة ماشي إحنا مش مختلفين أنه الحياة صعبة لكن في ذات الوقت لابد أنه يكون فيه خطاب قوي خطاب يذكر بطريقة المطالبة بالحقوق بأنه فيه منظمات التشجيع يعني التشجيع مهم النهاردة البنت مثلا تختصف في السجون المصرية أو السورية هي بتخرج تكتب يعني على الخبر وكأن الشيء لم يحبس لماذا تذهبي للسجون في الشارع العام في المجتمع يعني حتى ربما موضوع السجون هذا موضوع يعني موضوع صعب جدا يعني لأنه يحتاج إلى إرادة قوية وأنها ربما تخاف من دفع زبيدة عندنا تقريبة زبيدة ما حدث مع والدتها يعني لما صراحت البي بي سي خلاص نعم ثمن أكبر لكن وعي المرأة مثلا بحقوقها هي كامرأة بعد حالات التمييز ضدها بسبب الجيمس أو بسبب الشكل أو بسبب مثلا في دول تضطهد فيها البنت التي لا تلبس حجاب وفي دول تضطهد فيها البنت التي تلبس حجاب أو تلبس نقاب فقط بسبب في كل الحالات بسبب أنها اختارت اختيار معين يلزمها هي ولا يلزم أحدا غيرها أو أنك مثلا أنت أنثى عليك أن تتصرف بهذا الشكل وبهذا الشكل وبهذا الشكل لماذا لأنه هذا يعني مش ليس هو من حقك الاستقامة هذا اختيار في الحياة واحترام القانون اختيار في الحياة وينبغي أن يبقى للمرأة نفسها أنها تختاره أرجع لكلام الأخت لكلام إسراء حول أننا في النهاية في النهاية وعينا بحريتنا وعينا بالمثاق لأن عادة المواثق هي كلمات على ورق مكتوبة وموقعة الذي يجعلها حية والذي يجعلها تمشي هم نحن لأن البشر هم من صاغوا لم تصوغها جهة معينة تتحكم في العالم وأعطي هنا في هذا السياق مثال صارخ جدا ومثال إسرائيل إسرائيل كل الانتهاكات التي تقوم بها سواء كانت حروب أو غيرها دائما تحصنها بالقانون وتحاول أن تجد لها مصوغات قانونية مما يعني أنها تخشى من القانون نعم رغم أن رغم أن رغم أنها مدعومة دوليا مدعومة دوليا وحتى العرب يعني جزء كبير منهم سلم إلى آخرين مثلا في موضوع الدروع البشرية إسرائيل تحاول دائما في كل عملية قصف خاصة في حرب غزة يعني يعني في 2014 حاولت ما أمكن أنها تتبس أن كل قصف كان بسبب أن ذاك المكان تلك العامرة العمارة الآهلة بالسكان كان فيها جنود مسلحهم وأن ذا يعطي استخدام المدنيين ليست استخدام المدنيين في القانون هم استخداموا هؤلاء كدروع بشرية لكن هم يقولون لا نحن استهدفنا هذه المنطقة لأنه كان فيها أسلحة طب هي لو لم تفعل ده لو لم تبرر لا بس لسه عايز أعرف يعني حتى لو كانت إسرائيل لم تبرر أفعلها نعم كان حتى هيدنها هي دي المشكلة هي الإدانات يعني أنا أعتقد أن هناك موازين أخرى هناك معايير أخرى بدليل إزدواجية المعايير في لهم المسؤولين عن حقوق الإنسان في العالم كله يعني إذا كنت تقصدين بالإدانة الإدانة الشفوية هناك كثير من دول تدين لكن إذا كنا نقصد بالإدانة الإدانة القانونية في الإدانة القانونية تمر عبر مصاطر قانونية هي مصاطر الأمم المتحدة ينبغي أن تكون مدعي ومدعى عليه وقضية وعناصر قضية وهناك قضايا رفعت ضد مرتكبي جرائم إسرائيليين في المحاكم الدولية منهم سي بي ليفني منهم وزير الدفاع السابق وإسرائيل حاولت حمايتهم بالتحايل على القانون هذا اللي أقصد أنا استعمال القانون بذلك أعتقد في رأيي أننا نحن كأفراد وكم مجتمعات هذه المنظومات القانونية لا يمكن أن نرفضها بحجة والله ماذا اللي عملها غيرنا اللي عملها غيرنا أو هل هناك أمل وهل قدينا حد إذن ما البديل؟ طب هو أنا أقول لك على حاجة بصراحة عن الكواليس بنتكلم فيها لما نيجي نتكلم عن قضية حقوقية أو ما يحدث من انتهاكات على مستوى الوطن العربي والبلاد ربية العربي خاصة وما حدث لها من ثورات مضادة يعني دائما الناس يتحدثون ويقولون يعني إحنا بنعرض القضايا على فكرة إحنا موثقين حالات كتير إحنا عندنا الملفات اللي تثبت بالأسماء بالأوقات بالأشخاص لكن ليست هناك الآن إرادة دولية لتحريك هذه القضايا وإذا وجدت هذه الإرادة لمحاسبة مثلا مرتكبي هذه الجرائم سيتم من محكماتهم لأن زي ما نقول إيه الدوسيم مترتب مترتب تمام يعني لكن هو في الحقيقة هو لا يتحرك لأن الإرادة لم توجد بعد ثم ناجد فجأة مثلا قضية ما تبدأ تتحرك ويتقال أو بنيجي بقى نشوف الكواليس برضو لما نتحدث مع النخب يقولك هم يراد الضغط مثلا على الحاكم الفلاني لتنفيذ أوامر معينة زي موضوع صفقة القرن وما يراد لها فإذا أرادوا الضغط على الجانب المصري يطلعوا كده تسريب يقولك تسريب أو تقرير يعني هل الكلام ده دقيق؟ يعني إن إحنا حتى الأضايا التي يتم تحريكها تحرك وفقا للإرادة الدولية لتحريك أضايا بعينها في أوقات معينة ثم يتم تمسها إذا أريد لها أن تتمس حتى يعني لأن المراد منها من تحريكها فلس تم يعني هي في الآخر يتم اللابة بيه يعني أنا أعود مرة ثانية وأقول أنا لازم أنه لازم نفصل تماما بين المصارات القانونية والمصار السياسي مصار السياسي وحده ولا يمكن أن نخلط بنات وحتى المصار الاجتماعي والمصار القانوني أنا أعتقد أنه أولا المصار القانوني طويل طويل الأمد وطويل النفس ولا يمكن أن يصمد فيه إلا من نفسه طويل ثانيا يحتاج إلى المحامي الشاطر ويحتاج إلى المعلومات الكاملة ويحتاج إلى طول النفس لأنه مثلا أنا قررت أن أكون معارض مثلا أو قررت أن أخوض يعني في تعبير عن رأيي أو معركة تعبير عن رأيي فلابد أيضا أن يكون لي نفس طويل ولا أنتظر أنه غدا أنه مشكلتي ستحل بالشكل الذي أنا أرىه مناسبا لكن هذا المصار القانوني تأخذ الأشياء لا يعني أن نكفر بهذه المصار ولا يجب أيضا أن نخلط بين الأشياء مثلا حتى قررت الدول أنتم تعرفون تعرفنا أكثر مني أنه هذه خاضعة للوبيات سلاح لوبيات محلية لكن هي العالم مبني هكذا هذا مصار قانوني هذا مصار سياسي هذا مصار حقوقي هذه مؤسسات الضغط العالمية هناك منظمة حقوق إنسان دولية تمارس أنشطتها تمارس ضغوطاتها حققت كثير من النجاحات وهناك أيضا إخفاقات لكن نحن كإعلاميين أعتقد أننا ينبغي أن نقوم بالتبشير بهذه المصارات هو ده فعلا أنا نقطة مهمة جدا نعم نحن نبشر بقى يعني يعني إحنا يمكن وإحنا بنتكلم دلوقتي بنتكلم عن وقع بنتكلم عن يعني ما يئن منه الناس لكن في نفس الوقت الدور إن إحنا دايما لازم نقول لا لازم نستمر ما نفقدش الأمل لأنه قضايا كتير وده اللي احنا قلنا حتى في مرات حدثنا تم البد فيها وتم محاكمة المسؤولين عنها ولو بعد مرور عشر سنوات أو أكثر وعشرين سنة لكن القضايا يعني الحق لا يعني لا يموت هناك مقطة كتير مهمة يعني صراحة بهذا الموضوع دينا أنا بشوف يعني في حال أنه فرضنا جدلا أنه الإعلاميين قدوة في هذا المجال فلازم يعني يعززوا مسألة الثقافة الحقوقية من خلال أول شيء المطالبة بالحقوق التذكير أنه فيه جماعة إجراءات ومطالبات ويمكن أنه تتجهوا إلها عدا عن ذلك أنه هم من نفسهم يراعوا الحقوق يمكن هاي المقطة كتير مهمة على الإعلاميين والصحفيين مراعاة كثير من الحقوق يعني حق الطرف الآخر حق الشخص المختلف عني والذي قد أستضيفه أنا في كثير من البرامج والحواريات على سبيل المثال حتى مثلا حق النشر حق استخدام الصور حق نقل الخبر يمكن لو الإعلامي الناقل للخبر يراعي كثير من التفاصيل في هذا الموضوع أعتشف حقا كده يعني خليتك تحس أن أنت لأ أنت انتهكتي لأ هي لسا موحيتش لأ سعربي لأ في مرة كان إلي تجربة لأ خليني أقولك عن تجربة راعت فيها تعلمت فيها هذه النقطة بعد التجربة كان في إلي برنامج سابق يعني ما وراء المنظور وكنت في مرة من المرات حتى يعني خديجة بتعرف هاي القصة كنت في مرة من المرات عم بتحدث في حلقة عن منظمات المجتمع المدني الانجي اوز في العالم العربي والدعم والأجندة تبعتها وما إلى ذلك فأنا مستضيفة مؤيد وشخص يعمل في منظمات المجتمع المدني وشخص معارض شخص اشتغل معهم لكن فيما بعد اكتشف وعارضهم فأنا تلقائيا بالمناسبة أنا كنت مع الضد يعني أنا كنت لأنه يعني بعرف في منظمات المجتمع المدني فكنت ضد كثير من الأجندات لكن أنا تلقائيا عادي ما أعطي الشخصين أنه يعبروا عن آراءهم تلقائيا صار أنه الشخص اللي مع حكى بوقت أكتر من الشخص اللي ضد هلا أنا أثناء الحلقة ما انتبهت للموضوع اللي صار فيما بعد أنه الشخص اللي ضد كتب فيه ليستا بوست على الفيسبوك وأنه أنا انتوهت حق في هذه الحلقة وعدد الدقائق التي تحدث فيها الشخص المقابل كانت أكثر من عدد الدقائق التي أنا تحدثت فيها هنا أنا وعيت لنقطة جدا مهمة أنه في نهاية الأمر الصحفي نشوفي التفصيل اللي صغير مسألة هذه تفصيل صغير لكن ما مهم جدا أنه أنت في حال استضفت شخص مؤيد أو معارض لرأيك لكن ما مهم جدا أنه تساوي حتى في عدد الدقائق وهم يخليهم كل واحد يثبت بالأدلة اللي عنده يعني أنا دوري أن أحرك الحوار وأحرك المياه الراكدة في هذا الموضوع دي حاجة بسيطة عشان إحنا بنتعامل بشكل أكتر فاعلية مع الناس البرامج اللي هي البرامج بتاعت الاتصالات والكلام ده نعم بيجينا فيديوهات وصور من الناس نفسهم طبعا إحنا يعني بتيجي أنت عندك موقف أنا تقريبا بتعرض موقف ده شبه أسبوعي أن أنت يا ربي أحط الفيديو ده وهو فعلا يديني النظام ولكن هذا الفيديو قد يكون في حد في الخلفية مثلا ظهوره هيضره هيضره فأصبح أن أنت بتقعي فعلا ما بتخديش بالك إلي ينفع أعرضه وإلي ما ينفعش أعرضه تقعي فعلا تحت ضغط نفسي شريد لا وفكرة كمان يا فالوس فعلا قالت نقطة مهمة لأن بعض الأعالمين وقف في الخطأ ده فكرة التوثيق أو أن هما يوسقوا الحكاية قبل ما يحكوها يعني بعض الأعالمين وقفوا خطأ أن هما يدوا القضية رأي وزخم ثم بعد ذلك نجد أن هذه القضية ليست حقيقة أنا قلتها على فكرة المؤسسة نفسها هي اللي بتطبع الإعلامي بتطبعها يعني إحنا المؤسسة يعني أعتذر منك المدير مديري المباشر يعني يعلمنا كمان أخلاقيات المهنة مش بس أن أنت آه جالك فيديو كويس وحي يلا إعرضه لا بالعكس هل وسقته ده؟ هل أكتر من مصدر؟ هل اتصلتوا بصاحب المصدر تقول له ويتأكدت بالزبط أخده وتأكدت من صدقه؟ يعني المؤسسة نفسها هي من تخلق إعلامي يحفظ على الحقوق لذلك أنا كنا في درد الشقة قبل قليل أقول أنه أنا أشبه الإعلامي بالطبيب لأن الطبيب مثلا يقوم بعملية الجراحية سواء لقريبه لمريض عادي لماذا يطبق عليها مبادئ العلم الذي تعلمه؟ الصحافة أيضا علم متى نكون مرتاحين حينما نطبق مبادئ هذا العلم كما هي ومبادئ هذا العلم لكل صحفي هي معروفة قد يكون رأيي مخالف قد يكون رأيي معارض ينبغي أن أكون بوصلتي هي معايير العمل الصحفي والعمل الإعلامي لأن هذا هو الذي يعطي المستقيم لمشاهديني يجعلني أتحرى أكثر شيء صدق مثلا أنا من دولة مثلا منتهى النظام انتهى كحقوقي جاءني فيديو ضد النظام عاطفيا أنا أحب أن أزله لكن أنا لما أتأكد من المحتوى يفترض أن أعطي الأولوي لتأكد من المحتوى ويفترض أن أستحضر في ذهني دائما مبادئ العامة للصحافة الأخلاقية لأن الصحفي الذي يشتغل بدون أخلاق يشتغل برأيه أو بعاطفته فقط ولن يقوم بعمل صحفي هذه نقطة مهمة وده في أفخاخ دعملت كثير لإعلاميين علشان يقع في هذه الخياة الخطأ أنه هو يعني زي ما نقولي يتسرب له فيديو يتسرب له أنا جات لي على ذكر التجرب الشخصية جالي مرة رسالة من شخص بيقول لي مثلا أن في عربية كانت ماشية في الطريق الفلاني وبتدلق مش عارفها مواد كيموية فين وده خطر كبير ولازم أسازة الكلمة في المقر قلت له فين التوثيق يعني الديني يعني الكلام اللي بيقوله ده لو أنا قلته على مين يبادل أنه هو كلام جميل سبق صحفي هذا سبق ده أنا هتكلم فأدوية ومديني لما تيجي تقريب كلام تحس أنه دقيق لكن هو بيقوله أنه شاف طب أنت ما صورتش ولا بعضت فيديو أنا أعرف منين أنت بتبعض لي كلام صحيح وفعلا فكرة أنه الواحد يتعلم بقى أو ما يقعش في هذا الفخ وجدت أنه لا تلم ما فيش ما يثبت يبقى مصدقيا وفيه خطأ تاني وقعت فيه يعني برضو فيه أحد المرات وقعت في فخ السؤال ما قلته وكان غير موفق وبعد كده ندمت أشد الندم يعني لماذا لم أركز قليلا حتى لا فيه نقطة جدا مهمة بشوف كمان الصحفيين بوقعوا فيها مثل مسألة التخوين يعني صراحة استسهال تخوين الأطراف الأخرى هلأ ما بننكر أنه فيه كثير طبعا من الصحفيين يعني بيكونوا أصحاب مبادئ وأصحاب أخلاقيات وهم مع رأي مؤيئ معين لأنهم عارفين أنه هذا الحق والحقيقة لكن فيه نقطة جدا أنا بالنسبة إلي صراحة حساسة مسألة أنه لا يحق لأي صحفي أو إعلامي أن يخون أي شخص على الهواء مباشرة هيك يعني يستخدم ألفاظ التخوين مصطلحات التخوين يقصي يخرجوا من دائرة يعني أو يضعوا في دائرة اتهامات بشكل كتير كبير أنا بصراحة من الناس اللي لا أنحاز إطلاقا لهذا الأسلوب يعني حتى لو يعني إحنا بدنا الإعلام المصطيين خليني أقولي تشغلي فيروز هناك قهر غطة روح كل واحد وقهر لا الفكرة أحكي لك شغلي مرات ممكن تكون الدقة في استخدام المصطلحات يعني أنا ممكن أطلع بالأدلة والبراهين أن هذا الشخص فعل كذا وكذا وكذا وأخطأ في كذا وكذا وكذا لكن خليني أبعد عن مصطلحات الاتهام والتخوين أنا مش في مكان محاكمة أنا صحفي إعلامي هذه نقطة على فكرة لو أنه الصحفي اللي بيخرج يوميا على التلفزيون وعيلها أعتقد أنه أي إنسان في المجتمع سيعي لها للأسف الشديد إحنا يعني في حياتنا الاجتماعية ليش الناس بسهولة عم بتخون بعض وعم بتتهم بعض وعم تحكم على بعض لأنه الأشخاص اللي يوميا بيطلعوا على التلفزيون واللي بيكونوا قدوة بين قوسين لكثير من الناس عم بيستخدموا هذه المسطلحات وكثير من الإعلاميين أنت تعرفي يعني إحنا مثلا عندنا عمر قديب عمر قديب ده أستاذ أستاذ كبير جدا يعني مهنيا من قبل ما نتولد أصلا هو موجود على الشاشة وقام قام إيه إعلامية هو بقى ضل الطريق إعلامي هو هو لكن يبقى نقطة أن أنت تقولي والله ده أنا الرجل ده في يوم الأيام كان نفسي أطلع مزيعة عشان إيه أعود القعدة دي وقدي التأثير على الشارع وقدي 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 بتتصدمي لما تكبري لكن ما تقدريش أن أنت تفصلي هذه المشاعر اللي كانت موجودة مش عارفة دي نقطة ضعف هو لذلك هنا نعود لحقوق الإنسان ينبغي أن نفصل بين حق في حرية التعبير والحق في ممارسة مهنة الصحافة وممارسة الصحافة حق وحرية التعبير حق وعلى الصحفي لأن الصحفي هو شخص إذا كان المجتمع العادي في التخوين إذا كان الفرد العادي متقف أو إن كان مسؤول مسئولية صغيرة فالصحفي مسئوليته هو جسيمة وأكبر أول شيء ينبغي أن يميز هو بينه وحر أنا مثلا هنا أنا ضيفتكم أنا أعبر عن رأي أنت من أحلى البيع أيوة نعم أنت كذلك إحنا مش ديوفة إحنا فكرة أصحاب لكن مثلا لو معنا الصحفي هو يعبر عن رأيه مؤسسة وبالتالي هو يقوم بمهنة الصحافة لكن أنا الآن أعبر عن رأيه فلما أتحول أو ألبس اللباس الثاني اللي هو اللباس الصحفي علي أن أتعامل مع ضيوفي بما تقتضيه ضوابط المهنية ضوابط الإعلان حتى لما مثلا لأن الكاميرا دائما هذا من وشبه دائما الكاميرا مثلا باللغة الإنجليزية بيسموه شوتيم يعني لما بيقولك أنا بصور فأنا يعني أصور هو نفس العملية فأنا لما أضع الكاميرا على شخص معين أضعه يعني ضيفي يصبح شخص ضعيف عمليا هو شخص ضعيف أني أنا الذي أوجه وبالتالي أنا من يملكه السلطة وأنا من يتحكم وقتها ولذلك ينبغي أن تتحكم المهنة لأني أنا ملك الكاميرا يعني ما أستغل الموقف ما أستغل الموقف لا أستأسد على ضيفي وفي نفس الوقت أعطي فرصة أنا إذا نديت الشخص لكي يعبر أتركه يعبر عن رأيه إذا كنت غير معني بهذا الرأي لسبب ما فليس هناك أي داعي لكي أستدعي لكي يتكلم ولذلك ثقافة حقوق الإنسان أعود لهذا الموضوع ثقافة حقوق الإنسان عند الصحفي هذا موضوع في غاية من الأهمية لما يكون الصحفي واعي سيدافع عن كل قضايا سواء كانت ظالمة أو عادلة بشكل ممتاز سواء كان أيوة أنا أمل ما في حقوق الإنسان كمان أنه لما بنيجي نتكلم عنها أنه نلمس الجانب الإنساني حتى عند المشاهد يعني مش بس نتناول القضية بشكل موضوعي وبشكل مهني واحترافي حتى وأنا بتكلم مع المشاهد لما بيجي أكلمه وأقوله أنا بتكلم في قضية إنسانية عشان الحقوق الإنسان بتقول واحد اتنين تترى اربعة دي قضايا بتجمع الناس يعني الناس سعى بتختلف عليها صحيح ممكن لرأي السياسية نختلف ممكن النهاردة حاكي موجود بكرة مش موجود وناس تفسار تقول لك كده مهما اختلفت معاك تقول لك يا سيتي ده النهاردة بما موجود بكرة مش موجود فلما ناحي هذه القضية جانبا قليل يعني نتحدث بالجانب الإنساني والحقوقي بنصل للقلوب أسرع وخصلا نتكلم بقى بأسلوب مبسط بسيط نوصل لمشاهد معلومة وفي نفس يعني نخدمه بالمعلومة وإحنا كمان نكون لنا المصدقية وإحنا نعبر عن هذه المعلومة ممكن دي نقطة جميلة جدا يعني إنها تكون قوة إيجابية جدا عند اللي بتكلم في حقوق الإنسان لكن برضو في تحديات ممكن حدق ذكرت أن الجوة القامع نفسه بيبقى كمؤسسة حقوقية بتعاني من مشاكل كتيرة جدا جدا وإحنا بمصر نعلم ده مش حد يقدر يتكلم عن أي حاجة لكن برضو برضو في تحديات شديدة جدا بتكون للمؤسسات دي من ضمنها مثلا قضية التمويل يعني المؤسسة الحقوقية من اللي يمولها؟ لا مش من اللي يمولها تحتاج إلى تمويل أفتكرتك إن المول بيأثر في الاتجاه بتاع المؤسسة دي أنا أقصد إن هي عشان تحتاج توسيق عملها بشكل صحيح وإنها توصل تقصدين مؤسسة الإعلامية الحقيقي نعم فده تحدي شديد جدا إزاي ممكن يتغلبوا عليه مثلا يعني أنا أنا كآلية عالمية يعني ممكن الاعتماد عليها ربما الأفراد ربما حتى نميز الإعلام مهنة وممارسة الدفاع عن حقوق الإنسان هذا اختيار وبالتالي بما أنه اختيار يعني فيه جوانب لها علاقة بالتضحية لها علاقة بأن تكون مناضلا حقوقيا معناته أنه قد تجوع قد تعرى قد تلاحق قد يتقع لك أشياء كثيرة في هذه الحالة أنت عليك أنك يعني تدبر نفسك أنا تعاملت مع الحقوقيا كلما أنت يعني سمت غايتك أكيد هتسمو وسلتك وأكيد هتعلو أمتك فأنا أعتقد أنها تقصد نعم هذا هو هذا هو بالتالي يعني أنزم يعني أنا مثلا اخترت أن أكون معارض للمعارضة ثمن اخترت أن أكون موالي للموالا ثمن يعني هذا فيما يخص لاختيار حرية وفي عالم العربي اخترت أن أكون وسط فللوسط ثمن للوسط لكل وضعية لكل وضعية ثمن أهم شيئا أكون أنا واعيا في المكان الذي أقفي ما هي حقوقي ما هي واجباتي أنا في الحالة لما احتكيت مع الحقوقيين بعد ثورة يناير وبدأهم يتواصلوا معانا مثلا أنا كنت مؤسسة لحزب الحرية والعدالة وكان فيه مننا نواب في البرلمان فترة كبيرة الأربع شهر اللي سابونا نواب دول كده كانت فترة يا دوبك بنشم نفسنا فيها يعني فتواصلت مع الحقوقيين كنت أكيد عندهم في الحقيقة روح جميلة يعني احتكاك بيهم علمني حاجات كنت أول مرة أتعلمها فكرة أنه معها على طول وثيقة ووراقها مرتب وحوو الإنسان وعايزين القوانين دي في مجلس الشعب ووصلوا سطنة نريد تطبيق قوانين كذا وكذا وكذا عندنا أضايا في مصر كذا وممكن نخدمها دوليا يعني الاحتكاك بيهم في الحقيقة أفني بشكل شخصي ووجدت اهتمامهم بالعمل ووجدتهم بالرغم أن منهم من ينتمي لمسلا لبعض المجتمعات الراقية لكنهم قد إيه بسطاء ويريدون دفاع الحقوقي الإنسان الناس البسيطة طب أصدقائي قولينا بالله عليك هل هذه الروح اللي انت شفتها ولمستها بنفسك قلت ولا إن عدمت خالصا هو أنا طبعا اللي كانوا في مصر فين أتواصل مع هم دلوقتي لكن خلينا قونا بتواصل مع الناس برى مصر فيروس وقت شائمة بقى اه الدنيا اختلفت أنا تحضرني هنا يحضرني هنا مثال هناك قصة وقعت في القارة الأفريقية لكن للأسف نحن العرب لا نقرأ ولا نستفيد مجزرة رواندا مجزرة رواندا هذه مجزرة قادها إعلامي كانت في قيادة إعلامية وستعملت فيها وسائل إعلامية التي مارست المجزرة مارست المجزرة قبل أن تقع وذبح فيها الناس عن بكرة أبيهم وكان فيها تآمر دولي عالمي تقصدي مارست المجزرة من خلال خطاب الكراهية خلال خطاب الكراهية كانت هناك إداعة الألف تلة نحن كنت من قبل أشرفت على إنتاج فيلم وثائقي حول خطاب الكراهية ويجسد الواقع العربي بالضبط الذي وقع تكرر في كذا دولة عربية منها مثلا النزع الإنسانية عن الناس تحويلهم إلى حيوانات أن هؤلاء مثلا صرصير هؤلاء خرفان استحقوا وقتلوهم افعلوا كذا افعلوا كذا لما وقعت المجزرة هي حصلت إعلاميا وبعد ذلك أصبح متاحا يمكن قتل هذا الإنسان كأنها مبررة كأنها مبررة لماذا؟ لأنه نفسيا تم الاشتغال عليها طبعا بعد كل خلال ثلاث شهور قتل ما يزيد عن ثلاثمائة ألف شخص دبحوا دبحا وكان هناك صحفيون وكان هناك إعلاميون وثقوا بكاميراتهم منهم من نجا منهم من لم ينجوا خاصة بيض البشرة معظمهم تم تسفيرهم وكان هناك تآمر دولي وثبت فيما بعد تورط بعض الجهات في فرنسا ودول أخرى يعني ظهرت كتابات كثيرة كشفت الحقائق وحكم من قاموا بالمجزرة وصلوا إلى مستوى أنه تم استعادة مجموعة من التصويرات يعني مجموعة من الصور التي كان فيها القاتل يقتل الناس جابوا القاتل نفسه طلعوا من الكاميرا وحكم في محاكم شعبية وفي محاكم يعني في أمال بنا في مصر إن شاء الله وحكم الناس يعني هناك خسروا ما ليس ما يسمى بالعدالة الانتقالية عن طريق المحاكمة الشعبية بحيث أنهم أعادوا البلد إلى وضع كانوا وصلوا فيرواندا إلى أن الجار قتل أخوه قتل جاره قتل جاره بسبب يعني كان القتل على على الشكل على الشكل يعني إذا أنت أنفك طويل ولونك فاتح فأنت فأنت ستقتل والجنسية الأخرى التوتسي هؤلاء يعني هم كانوا يعني يقومون بعملية قتل وكان للأسف شديد وراء هذه العملية إعلاميون كانت كان استعمل هذا الراديو كوسيلة تحريض على الكراهية كوسيلة كوسيلة تجرد الإعلامي من الإنسانية تماما تماما ومن وعي بحقوق الإنسان لكن في النهاية وقعت المحاكمة لو أنا أنا أهيب بكل زملائنا الإعلاميين أنهم يعني يدرسوا هذه التجربة يدرسوا جميع هذه أولا والأمل يأتي كمان من قضية خشق جي الأخيرة شوفوا أدئي الحقوقيين كان لهم تأثير على هذه القضية والأعلميين والإعلاميين والإعلامي التركي والإعلامي العربي وقفهم جنبا إلى جنب قد إيه يعني سبحانه من أعزة وأزل محمد بن سلمان النهاردة بيخرج الناس يتحدثوا أن هما غير راضين عن زيارته بتحدث ليه عقوبات دولية من ألمانيا ومن غيرها ومن غيرها ومن غيرها إذن فعلا فيه أمل عشان إسراب بس ما تقولت أن أنا مكتئبة مكتئبة أنا معك أنا شد على يدك بهذا الأمل أذكرك بالنسبة لمثال خشق جي اشتركوا في القناة